هذه أبرز العناوين خمسة لاعبين يغيبون عن حصة المنتخب المغربي التدريبية خبر عجل براهيم دياز يخرج ويوجه رسالة مفاجئة إلى مبابي بعد قدمه لريال مدريد منشستر يونيت دياز خطة لضم نجم مغربيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس خمسة لاعبين يغيبون عن حصة المنتخب المغربي التدريبية غاب خمسة لاعبين عن الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب المغربي لكراس القدم في الأيام الثلاثة الماضية استعداد لمواجهة الزامبيا والكونغو برازافيل في يونيو الحالي برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي تصدفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ولم يشارك في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني بمركز محمد السادس بالمعمورة كل من ياسين بونو حارس لهلال السعودي والمهدي بن عبيد من الجيش الملكي وبيل الخنوس لعب جينك البلجيكية ونصير مزرعوي مدافع باير ميونيخ الألمانية وقالت جريدة الأحداث المغربية أن صفف المنتخب الوطني لكرة القدم ستكتمل هذا الأسبوع بوصول جميع اللاعبين من أجل الاستعداد لمواجهة زامبيا في السابع من يونيو الحالي قبل الصفر إلى كنشاصة لمواجهة منتخب كونغو برازافيل وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثامن من يونيو الحالي موعد للصفر إلى كنشاصة استعداد لمواجهة الكونغو برازافيل والتحق كل من مونير المحمد ويوسف انصاري وحكم زياش ومحمد شيبي ويحياطية الله وإلياس بن صغير وعز الدين أناحي ونيفة كرد وإلياس أخماش وأشرف داري وسفين رحيمي وسفين امرابط وأسامة رغلين وشادي رياض وعبد القادر عبقار ورومان سيس وأمين عدلي وأيوب الكعبي وإسماعيل الصباري وأسامة العزوز وأشرف حكيمي بمعسكر المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز في مباراة الجولة الثانية على طنزانيا بهدفين لسافر بدار السلام فيما تم إلغاء مباراته الأولى دائرة تيريا لانسحابها من التصفيات بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها في حين سيخض في يونيو الحال مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة على أن تسأنف المنافسات في مارس من السنة القادمة خبر عاجل إبراهيم دياز يخرج ويوجه رسالة مفاجئة إلى مبابي بعد قدمه إلى ريال مادريد تفعل مجموعة من لاعب ريال مادريد مع انتقال الفرنسي كيلين بابي للصف في النادي الملكي بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد نهاية رحلة رفقة باريسان جرمان وكان الدولي المغربي إبراهيم دياز من أوائل لاعب ريال مادريد المرحبين بكيلين بابي حيث علق على منشور الفرنسي قائلا مرحبا بك في أفضل نادي بالعالم يذكر أن كيلين بابي اتفق مع ريال مادريد منذ فبراير الماضي على الاندمام إليه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريسان جرمان بنهاية الموسم الحالية ولعب اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما بقمس باريسان جرمان 308 مبارية سجل خلالها 256 هدفا وقدم 108 التمريرات حاسمة مونشستر يونايتد يضع خطة لضم نجم المغربي يتقدم فريق مونشستر يونايتد الإنجليزي سباق الحصول على خدمة النجم المغربي الدولي إبراهيم دياز المحتري في صففري المادريد الإسبانية في المركات الصيفية المقبل وأشارت صحيفة مونشستر إفنينج نيوز أن مونشستر يونايتد الإنجليزي تصدر سباق التعاقد مع دياز حيث أبدى النادي الإنجليزي مساعي حقيقية للضفر بخدمة نجم أسود الأطلس البالغ من العمر 24 عاما خلال فترة الانتقالات المقبلة وأوضح المصدر أن مونشستر يونايتد يسعى لاستغلال الغموض الذي يسيطر على دياز مع ريال مادريد من أجل يقنعه بالانتقال إلى الأولترافورد في الصيف وأكدت الصعيفة أن قدوم كيليان بابي وحصول الواعد التركي أردغولر على دور أكبر الموسم المقبل سيقلل من مشاركة دياز مع المرينج وهو ما يرغب في استغلاله الفريق الإنجليزي بعد عودته من الإصابة الرقراغي يحسن موقف أكراد من المشاركة أمام الزمبيا حسم الناخب الوطني وليد الرقراغي موقف اللاعب نيف أكراد من المشاركة أمام الزمبيا في تصفية كأس العالم 2026 وقرر مدرب أصود الأطلس الاعتماد على أكراد في مواجهة الزمبيا بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها رفق تفارقها واستهم ويرغب الرقراغي في الاعتماد على أكراد كأساسيا أمام الزمبيا ويرجح أن يعود للاعتماد على تنائية أكراد والسيس في هذه المباراة الهمة نيف أكراد على رادار أطلسيكو مادريد مقابل 20 مليون جنيه أسترلينية أفدت تقارير أن الدولي المغربي نيف أكراد المحترف في صفوف نادي واستهم يورايتد الإنجليزية على رادار نادي أطلسيكو مادريد الإسبانية وحسب صحيفة داصون البريطانية فإن أطلسيكو مادريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع المدافع المغربي نيف أكراد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 20 مليون جنيه أسترلينية وفقا للمصدر داتي فنادي الأسبان يرغب في التوصل إلى اتفاق مع وستهام يونيتد الإنجليزية بشأن شورة انتقال أكراد إلى الفريق خلال المركة المقبل يذكرون أن أكراد يتواجد حاليا مع المنتخب الوطني المغربي في معسكره بمركب محمد السادس بالمعمورة حيث سيكون حاضرا في مواجهة الزامبيا والكونغو ضمن تصفية مونديال 2026 سوفيان رحم يتلقى أخبار صارة تلقى الدولي المغربي سوفيان رحمي المحترف في صفوف العين الإماراتي لكرة القدم أخبار صارة تهم قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين ووفقا لأخير التحديد التي قام بها موقع ترانسفير ماركت الخاص بإحصائية ورقم اللاعبين بتاريخ الاثنين الثالث من أونيو فإن قيمة سوفيان رحم التسويقية ارتفعت من 6 ملايين يورو إلى 8 ملايين يورو ويأتي هذا الارتفاع في القيمة التسويقية لسوفيان رحمي نتيجة عدة عوامل لعل أبرزها تألقه مع فريقه العين الإماراتي هذا الموسم حيث توي جمعه بلقب دور أبطال أسيا ونجح رحمي في تحطيم 8 أرقام تاريخية في النسخة الأخيرة من دور أبطال أسيا حيث بات الأكثر تسجيلا ولا أكثر مساهمة في الأهداف داخل ندي العين بمعدل 16 في نسخة 2023-2024 من دور أبطال أسيا بلغ يهم الجماهير المغربية قبل مواجهة زمبيا تنهي الجامعة الملك المغربية لكراس القدمة إلى علم كافة الجماهير المغربية أنها أضافت نقطة جديدة لبيع التذاكر والسحبها الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظره الزمبي والتي ستقام يوم الجمعة السابع من يونيو ألجاري إن شاء الله بالملعب الكبير بمدينة أكدير لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفراقية المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 بكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ولتسهيل مأمورية الجماهير في الحصول على التذاكر الخاصة بالمباراة تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم أنها حددت المركز التقافي محمد بالزكاب الحي المحمدي بمدينة أكدير كنقطة جديدة لبيع التذاكر والسحبها